يعني هذا الزخم الذي احدثته المقترح المصري هل يشي ربما بأن الأوضاع تكون مقبلة على انفراج وأن علينا أن نتوقع نتائج مختلفة عما تهت إليه جولات التفاوض السابقة أي ضغط مصري وعربي ودولي على إسرائيل للإحجام عن المضي قدما في حربها ضد شعبنا في غزة هو في الاتجاه الصحيح أي تطور يوصلنا إلى وقف إطلاق النار ولو مؤقت سيكون خبر صار لشعبنا لأن البديل عن ذلك هو أن تأخذ إسرائيل مداها وتطلق يداها الآثمتان في رفح ضد شعبنا بما لا تحمد عقباه بتاتا ويحدث كابوسا لا يمكن تخيله لكن دكتور جمال عملية التفاوض بشكل عام هي عملية بدون أنها معقدة ومعدة مراحل أين تكمن العقدة تحديدا؟ هل في إدارة حماس لملف التفاوض أم في تحفظ نتنياهو واليمين المتطرف أيضا وعضاء اليمين المتطرف الرافضين لأي تسوية مع فلسطينيين حاليا؟ هذه حرب من 200 يوم في اليوم الأول منها فقط كانت المبادرة بيد حماس من 199 يوم لم تعد الكرة في ملعب حماس بل في ملعب إسرائيل لا أعتقد أن بمستطاع حماس الآن أن تفعل أي شيء يفني إسرائيل عما هي متوجهة عليه الكرة في ملعب إسرائيل الملامة على إسرائيل بشكل حصري المسؤولية على إسرائيل ومن يدعمها بشكل حصري التعقيدات تتصل بأن إسرائيل لا تريد بديلا عن اجتياح رفح لأن إسرائيل تعرف أن شعلة الضوء الأخيرة للحياة في غزة هي في رفح ويبدو أنها معنية بإطفائها ولا يجب أن يسمح لها بذلك حتى وإن كان ذلك عبر قبول حماس بالمبادرة المصرية ألا يمكن أن يقطع ذلك القبول بالطريق أمام اجتياح رفحة الذي تخطط له إسرائيل الآن؟ ستقبل حماس بما تعتقد أنه يجب عليها أن تقبل ولكن هناك كثير من الأمور تشير إلى أن حماس تختار بين أن تبقى في السلطة أو لا تبقى في السلطة وكل اللفء والدوران يحوم حول هذا المعطى وهنا لحظة افتداء من يكون فدائي يفتدي الشعب بمصالحه ومن يكون فدائي لا يفتدي مصالحه بالشعب هذا التحدي الموجود أمامنا والموجود أمام حماس والموجود أمام كل لاعب سياسي موجود في المنطقة لدى حماس قراءتها وتستطيع أن تستخلص ما تشاء وهي مسؤولة أيضا عن شعبنا كما نحن مسؤولون عن شعبنا الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس أبو مازن بشكل حصي لكن عليها المسؤولية الآن في أن تقرأ أين تقع مصلحة الشعب الفلسطيني وهل نجازف بإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لكي تمضي كدما وتدمر كل شيء في غزة أو لا ما أطلب هو أن يوضع كل الضغط على إسرائيل وإسرائيل أساسا وليس إسرائيل وحدها بل كل من يساعد إسرائيل في إتمام ما تسعى إلى إتمامه لأن هجوم إسرائيل على رفح فعلا كما قلنا لا يمكن تخيل عواقبه الأليمة على شعب أعزل لا يستطيع الدفاع عن نفسه بكثير من الموضوعية دكتور جمال يعني ما الذي نجحت فيه حماس وما الذي أغفقت فيه حتى الآن والله يشوف إحنا لسنا الجهة التي تقيم حماس أو تحاسبها الشعب هو الذي يقيم حماس ويحاسبها هو مصدر السلطات هو سيد الموقف إن أتيح له ذلك ولكن بإلقاء النظرة على حكم حماس في غزة 17 عاما لم يتح للشعب الفلسطيني لا في الجماعات ولا في النقابات ولا في الأطر الشعبية أن يدلي بصوته في الانتخابات بذلك أنا الأوان أن يسمع صوت الشعب شعبنا يعرف من له ومن عليه إحنا عندما أتيح لنا الفرصة بنينا مطار في غزة فتحنا المعابر كانت المعابر مفتوحة 24 ساعة وكان ممر آمن بين غزة والضفة لم يكن هناك حصار شعب الفلسطيني لديه الدرجة الكافية وأكثر من الكافية ليعي من يضره ومن يفيده من يطعمه ومن يطعم بزاده الشعب الفلسطيني يتبين الصالح من الطالح يعرف من له ويعرف من هو نافخ الكير ويعرف من هو جلاب المنافع ومحقق المصالح نحن كفتح لدينا خطة وقدرة على الوصول إلى أهدافنا بالاستقلال الحقيقي طيب دكتور جمال هناك موجة عالمية وغير مسبوقة من التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية والأدل على ذلك مما يحدث الآن في الجامعات الأمريكية وفي فرنسا أيضا البعض عد ذلك تحولا كبيرا لصالح الفلسطينيين وتآكلا أيضا للسردية الإسرائيلية ألا تعتقد أن هذا المشهد الذي يتشكل الآن إذا ما استغلنا بصورة سليمة ما يمكن أن ينقل القضية الفلسطينية إلى مراحل متقدمة تحفظ حوق الفلسطينيين وربما تنتهي أيضا بحل الدولتين نعم هذا فتح على صعيد الوعي العالمي الشبابي بشكل خاص في المسألة الفلسطينية التي ظنناها قد نسيت لكن لاحظنا أن العالم أحدث انتفاضة وعي حقيقية في مسألة الحق والباطل لم يعد ينطلي على العالم والشباب الأكذوبة الإسرائيلية الرواية الإسرائيلية ضربت في صميمها العقيدة الصهيونية ضربت بمقتل من ناحية مصداقيتها وفقدت مصداقيتها كحركة عنصرية استعلائية توسعية فنعم دفعنا الثمن ذلك غاليا جدا 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 إذا اعتبرنا أن هذا منجز فالمنجز فيه ثمنه دماء 34 ألف فلسطيني شهيد وعشرة ألاف ممن اختفوا أو اختطفوا من قبل إسرائيل ثمن فادح جدا 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 لم يدفع شعب في تاريخ الإنسانية ثمنا لحريته كالثمن الذي ندفع دون أن نقترب بشكل حقيقي إلى الاستقلال ويقولون أنهم يريدون من بعض الدول العربية أن تتماشى مع مطالب إسرائيل في مقابل وعد للفلسطينيين إنه يوما ما تتفاوض معهم لا نريد دولة حقيقية كاملة السيادة ترجمة نانسي قنقر